السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح الدرس الأول من مادة الحاسوب للصف الثامن عن فصل الدراسي الثاني يعد برنامج Powerpoint 2010 إحدى برامج حزمة Microsoft Office 2010 ويستخدم لإنشاء ملفات تسمى عروضا تقديمية يمكن بها تقديم علومات أو شرحها أو توضيحها في المحاضرات والدروس والدورات والإعلانات وهناك العديد من الفوائد التي تقدمها برمجية العروض التقديمية منها توفير العديد من القوالب التصميم التي يمكن إضافتها إلى الشرائح أن هذا البرنامج باستخدمه حاليا لشرح الدرس توفير أنواع مختلفة من الشرائح تناسب الأغراض جميعها سهل التنسيق الشرائح بأشكال متعددة في الدرس الأول بدء العمل صفحة 6 طريقة تشغيل برمجية العروض التقديمية لا تختلف طريقة تشغيل برمجية العروض التقديمية عن طريقة تشغيل برمجية الورد ونقل زر إبدأ ستارت ثم اختر كافة البرامج اختر ماكروسوفت أوفيس واختر ماكروسوفت باوربوينت توينتيتين عند أدن تشغل برمجية تظهر الشاشة الموضحة طبعا الشاشة إلها أجزاء معينة رح أشرح كل رزق أولا أجزاء الشاشة الرئيسة في شريط العنوان يحتوي على أدوات التحكم في النافذة التكبير والتصغير والإغلاق وشريط أدوات الوصول السريع واسم برمجية مع اسم الملخ هذه رقم واحد يظهر شريط العنوان أما شريط التبويبات يحتوي على مجموعة من التبويبات ملاف صفحة رئيسة إدراج تصميم الذي يضم كل تبويب مجموعة من الأدوات لتنفيذ معظم العمليات في البرمجية شريط التبويبات طبعا التبويبات إلها مجموعات جزء الشرائح المخطط التفصيلي تظهر في هذا الجزء جميعها الشرائح مصغرة ويمكن أيضا إظهار المخطط التفصيلي للنصوص الواردة في الشرائح رقم ثلاث ظاهر عنكم أما رقم أربع حيز العمل هو جزء المخصص لإعداد الشريحة وتصميمها حيز العمل الورقة البيضاء أما شريط المعلومات يقدم هذا الشريط معلومات عن الملف المفتوح حاليا وهي الرقم الشريح المعروضة والسما المستقدم هو لغة التطقيق وفي الجانب الأيسر منه تجد أداة التكبير والتصغير وأدوات المعينة والعرض شريط المعلومات هي في الأسفل عدد الشرائع، اللغة، طرق العرض والتكبير والتصغير التبويبات طبعا تقسم إلى مجموعات في مجموعة مجموعات، مجموعة الخط في عنوع الخط، حجم الخط، تكبير، تصغير، مسح التنصيق، وتنصيقات للخط أما الجهة اليسرى فيها للفقرة، محاذى، يمين، شمال، أو اتجاه الكتابة، أو التباعد بين الأسطور في الترقيم، هذولا الأنشطة، وهذا الحل أسلت الدرس الأول اشتركوا في القناة